في الفيديو ده نتكلم عن time dependent non-stochastic Markov model for simplicity اللي هنخليه time dependent هو transition probability from A to A دي هتبقى time dependent تتهاد degrees with time في المثال بتاعنا وfor simplicity this time varying is applied only in monotherapy المثال اللي هنستخدمه هو monotherapy versus combination therapy cost effectiveness study for HIV treatment of HIV آآ هنستخدم ده زي ما تعودنا عشان الرقم يظهر لي كامل وهن load library markov chain for monotherapy اول حاجة هنعمل transition matrix بالمنظر ده دي transition matrix العادية آآ وبعد كده آآ هنعمل function بقى اللي هي فيها ال reduction اللي بيبقى time dependent آآ ااا اكوردنج to الاي دي اللي هي الماركوف سايكل آآ فهنعمل function اسمها my matrix list آآ عبارة عن function بتاخد matrix والmatrix دي آآ بتعمل عليها الprocess ده وبتطلع لي data frame آآ الماتريكس بتاعتي آآ اللي هتاخدها هتاخد اول سل اه اول صف اول عمود اللي هو في الحالة بتاعتنا هو الرقم ده. وهتطرح منه احنا هنا عاملين يعني هتطرح منه اه رقم صغير جدا اللي هو اه ده في اه اللي هي فبالتالي عند مركوف سايكل زيرو. اه هتطرح زيرو. عند مركوف سايكل وانا هتطرح او بوينت او او تو. عند مركوف سايكل تو هتطرح او بوينت او او فور وهكزا. ولان اللي لازم يقاد انه في الاخر يبقى لازم يبقى رقم واحد ما ينفعش اقلع او اكتر من واحد. فاحنا هنعمل ايه بقى? هنقوله اه ان السيل التانية. اللي هو الصف الاول. القيمة التانية دي. مش هتبقى او بوينت او تو. لان هي اه لازم اه اكاونت فور اللي هيحصل في اول سيل او في اول اه فاليو. هنعمل كده ازاي? هنقول هو دلوقتي المفروض ان دول هيساوي اه ده بالحساب بتاع الصف بتاع مركوف تشين. دول هيساوي واحد ناقص الفاليو دي. صح? طيب فاحنا هنقول له ان ان الفاليو رقم اتنين عبارة عن واحد ناقص الفاليو دي. واضربها في الشير بتاع السيل دي من الشيرز دي. فهنقوم اسمين السيل دي. على مجموع السيلز اللي هي ديه وديه وديه. وباضربها في واحد ناقص السيل دي. عشان يديني في الاخر بعمل بكرر الكلام ده اه في هنا هو بقول له واحد ناقص الفاليو دي وديه. واضربها ده على مجموعة ده وهكزا. اه بعمل الحركة دي بكررها عشان اه يبقى مجموعة الصف في الاخر واحد ما يبقاش اكتر من واحد ولا اقل من واحد. فهران الفانكشن دي بتاعتي زهرت هنا هو اهي. اه عشان اران الفانكشن بتاعتي. كده هو الفانكشن بقت آآ هستعملها بقى بعد كده. عشان اعمل داتا فريم اسمها اه اه بروب دي اف يعني داتا فريم. اه انا هنستعمل فانكشن آآ وهنحط الماتريكس اللي هنستعملها هي اللي احنا عملناها في الاول خالص اللي هي آآ دي. هناخد بالنا ان اللي هيبقى هو الصف الاول فقط. يعني ده بتاعته فقط. بقيت الحاجة سابتة. طب هندخلها ازاي جواه? هنشوف دلوقتي حالا. خلاص? نران الفانكشن. بقى عندي داتا فريم دلوقتي لان انا هران خمسين ماركوف سايكل. فانا دلوقتي عندي الفانكشن بتاعتي هي بعد ما عملت الهران. نفتكر اول واحدة عند طايم زيرو. عند طايم زيرو. اللي هو الاي بزيرو. بسيب او بقى ابتدت تقل مع كل ماركوف سايكل. لغاية ما وصلت في الاخر او بقيت او بقيت بتاعت نفس السطر. آآ بتزيد آآ كل واحد بالنسبة بتاعته. بحيس في الاخر ان مجموعة اي صف. يعني لو انا شفت دلوقتي مسلا آآ عملت سم الترانزيشن بروبابيليتي داتا فريم. آآ قلت له مسلا آآ آآ عايز الصف رقم واحد وخمسين آآ الاعمدة من واحد الى اربعة. بيديني واحد. ولو قلت له صم كله. كل الصفوف مفروض ديني واحد وخمسين. بالزبط كده. تمام? يبقى احنا دلوقتي عملنا الداتا فريم دي. كل سطر فيها يساوي القيمة بتاعت دي بتاعت السطر الاولاني. آآ في دي. واحنا عاملين بس ان السطر الاولاني بس هو اللي بتغير. طبعا ممكن نخلي كل الدنيا بتتغير. لكن آآ احنا عاملين ان ده بس اللي بتغير. فبالتالي الداتا فريم دي. هتديني السطر ده بس بيتغير. آآ فاضلي بقى ان انا ادخل السطر ده في 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 الماتريكس دي. هعمل كده ازاي? آآ هعمل تانية. التانية هتاخد اللي هي برضو العدد بتاعتي. وهتاخد آآ وهتطلع داتا فريم. وهنعمل آآ فور لوب. الفور لوب دي هتعمل ايه? هتاخد لي ترانس آآ بروب فيكتور. هتعمل لي فيكتور من الداتا فريم. الفيكتور ده عبارة عن ايه? عبارة عن الداتا فريم آي بلاس وان. ليه آي بلاس وان? عشان الداتا فريم دي. اول سطر فيها بواحد. فبالتالي ما فيش سطر اسمو زيرو. آآ مش هينفع. يبقى فيه سطر اسمو زيرو. فهيديني ارور. فانا اللي بيحصل هنا ده. آآ اخدته هنا عشان اشوف بيشتغل ازاي? آآ نفترض مسلا الاي في هذه الحالة بخمسة بلاس وان اهو. ايه اللي حصل? طلع لي بتاعتي. آآ خمسة بلاس وان يعني ستة. طلع لي السطر السادس. وطلع لي من واحد الى اربعة. آآ الداتا فريم دي ما ينفعش تدخل آآ جوه الماتريكس. فانا بالتالي محتاج احاولها الى نيوميرك. احاولها الى نيوميرك ازاي? بقاس دوت نيوميرك. وبحط الفيكتور اللي بيطلع لي من هنا هنا. فبالتالي بقى الفيكتور عندي نيوميرك. في هذه الحالة اقدر بقى كريت نيوميركوشين. وهم حاطط فيه الاستيتس بتاعتي. والترانزيشن متريكس بتاعتي. بس اول صف فيها هيبقى آآ الترانزيشن اللي هو السطر الاولاني اللي بتغير. آآ والايتريشن بتاعتي هتعمل لي الانيشال استيت وتضرب هارف ماركوف تشينتوزا باور اي. وهيعمل زي الاكزامبل اللي فات هيقوم عامل لي داتا فريم فيها آآ آآ وهعمل برضو هناو الخطوة دي. هعمل عشان يبقى الماركوف سايكل آآ او الواحد ويليه ببقية الصفوف يعني. وممكن دلوقتي. دلوقتي جاهزة ان انا اشغلها. آآ هعمل آآ مي داتا اندرسكور مونو ثيرابي. آآ وهستخدم هحط بالف وزيرو وزيرو وزيرو. والنمبر خمسين. وهعمل عشان يبقى آآ ما يبقاش فيه كسر يعني. ما يبقاش فيه واحد وربع بني ادم يعني. واحد وربع سبجيكت. آآ ده هيقرب لي. طالما انا مش حاطط كومة هنا. وكاتب رقمي. يبقى هو مش هعمل لي ولا ديجيت. هيعمل لي لأقرب عدد صحيح. آآ نبص على بتاعنا. اهو ده المنظر ده. آآ ماركوف تشين. آآ عملنا مقارنة بسيطة بين الهوموجينس رن والتايم آآ جينا مسلا خدنا عند آآ السطر الاربعتاشر او ماركوف سايكل الاربعتاشر. كان في آآ آآ عشرة في في ستيت ايه. بينما هناو كان في سبعة في ستيت ايه. هنا الدايد كانوا تمنمية خمسة وستين. هنا الدايد تمنمية تمنمية سبعين. احنا بس كده بنوري آآ ان ايه اللي ممكن يحصل آآ لو عملنا فيه فرق بين الاصلي او الهوموجينس وبين